مشاهدين في كل مكان سبع الخير على حضراتكم برحب بيكم وحلقتنا النهاردة ونهار جديد إن شاء الله تكون حلقة موفقة ونقدر نقدم لحضراتكم كل ما هو جديد من موضوعات وفقرات إن شاء الله تنال إعجاب حضراتكم بإذن الله تعالى تقدم أي أمة وأي دولة بيتوقف على إمكانية تحقيق الاكتفاء الزاتي اكتفاء زاتي يعني زيادة في الإنتاج وتقليل من معدلات الاستراض من الخارج بنشوف إنه دايما أو غالبا في بعض الأحيان كده من لأنه فيه فجوة ما بين حجم الإنتاج وبين حجم الاستهلاك وبالتالي الدولة المصرية بتسعى بشكل كبير إنه دايما يكون فيه حل لهذه الأزمة ويكون فيه تغطية لهذه الفجوة اللي بتشكل أكيد مشكلة وعاقق يعني بشكل كبير على المستوى الاقتصادي ومستوى الاجتماعي الحقيقة إنه المسئولية دي مش من المفترض إنها تقع فقط على عاطق الدولة المصرية أو الحكومة المصرية ولكن المواطن المصري كمان عليه دور إنه هو يكون فيه تكاتف مع جهود الدولة عشان نقدر نسيطر على هذه الأزمة وهذه الفجوة الغذائية كل واحد مننا كل واحد بتحمل مسئولية معينة أو في موضوع مسئولية معينة محتاج إنه يكون عنده ثقافة ترشيد الاستهلاك ثقافة ترشيد الاستهلاك اللي هي جزء من منظومة تحقيق الاكتفاء الزاتي لو كل واحد مننا عمل بشكل جيد أنتج بالشكل المطلوب وكمان رشد الاستهلاك واستهلك بالمعدل الطبيعي لأي فرض مننا بنشوف للأسف إنه في بعض السلوكيات من بعض الأشخاص اللي بيبلغوا في حجم الشراء للسلع المختلفة سواء كانت سلع غذائية سلع استهلاكية سلع معمرة ملابس وهكذا بيلاقي إنه ودور كبير جداً لتخطية هذه الفجوة والحل هذه الأزمة ويمكن الأزمات الحالية اللي بنشوفها في العالم كله بداية من أزمة كورونا وصولاً للأزمة العالمية الروسية الأوكرانية اكتشفنا إنه قوة أي دولة دلوقتي بتكمن في حجم الإنتاج الزراعي وقدرتها على الإنتاج الزراعي كنا زمان بنقول كده إنه الدول العظمى والدول الكبرى هي الدول الصناعية الاقتصادة قائمة على الصناعة عندها حجم صناعة وإنتاج صناعة كبير لكن دلوقتي الأزمة أثبتت إنه الدول اللي عندها مقدرة على الزراع وعندها مقاومات الزراع هي الدول الأغنى هي الدول القادرة على التحكم في توفير غذائها وفي توفير السلع الغذائية المطلوبة للمواطنين الحمد للإحنا مصر دولة زراعية في الأساس وعندنا الحمد للمقاومات التفعية العامل الشريعي يعني المستزمات الزراعية المطلوبة للعمل الزراعي كل ده متوفر وفيه جهد كبير جداً ملحوظ وملموس طبعاً من وزارة الزراع بالتأكيد ليه طبعاً يعني التوسع في عمل يعني مشروعات وإقامة مشروعات خاصة بالزراع وعندنا كمان يعني تربة خصبة جداً في العديد من مناطق في مصر بنحاول بقدر المستطاع استغلال هذه المساحات بقدر كبير جداً عشان يكون فيه تغطية للاحتياجات تحديداً من المنتج الزراعي والمحاصيل المختلفة سواء المحاصيل الأخرى اللي احنا بنطبق من حضراتكم بنظهر نفسنا كمان أولاً به إنه يعني نحن نعدل وإن نحن نقلل من مستوى استلاكة الليه استرعى بشكل أو بالشكل الطبيع ده هيوفر لنا حالة كبيرة جداً من الاكتفاء الزاتي وده اللي بنسعى لتحقيقه عشان نظل دائماً حتى في ظل الأزمات عندنا مصدر قوة مأمينين نفسنا من الناحية الغذائية وهو ده المطلوب الدولة دورها مطلوب بالتأكيد ولكن المواطن المصري كمان كشريك في الدولة وشريك في المجتمع المصري عليه عامل كيبر جداً في المساهمة في طبعاً تقليل الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الزاتي من كافة المحاصيل وكافة المنتجات بشكل عام نتمنى لحضراتكم كل الخير ودائماً كده بنحب نقدم لحضراتكم نصيحة في صباحنا في نهار جديد نطلع معاكم دلوقتي سريعاً ونبدأ أغنيتنا النهار ده ونرجع معاكم مرتين